بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة قبل أن نبدأ بدراسة هذا المتن نسأل أسئلة خمسة السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ لو قال لنا قائل لماذا لا ندرس مثلا الفقه أو اللغة العربية مثلا لماذا نبدأ دائما بدراسة التوحيد؟ نعم لأن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات وحق الله العبيد ولا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد ولا يدخل الجنة إلا موحد استقرار الآمن الهداية الطمأنينة حلاوة الإيمان تكثير الحسنات تكثير السيئات حتى لا نقع في الشرك ثم قد يسألك سائل يقول لك هل أنت موحد؟ يقول لك ما هذا التوحيد؟ يقول لك ما هذا التوحيد؟ هذا كذب يعني كيوها وجوي ونوى أنا سيما وكو مواميني يعني ونمدانغنيفة وجوي ونسيما نعم وقد يسألك يقول لك هل أنت مشرك؟ يعني متاكيكو ريزة وي أنا مشركي شاء الله؟ تقول أعوذ بالله أنا لست بمو شرك يعني أتسمى أعوذ بالله ميس يوم شركينا طيب ما هو الشرك؟ يعني أكيكو ريزة ساسا شرك ندونين إذا عرف الشرك هذا معنى نعرف الشرك ويجتنب الشرك لكن إذا لم يعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري يعني متو أكيوانا جوى شركو يعني ويوها ويزاكا ينجيب كيني شركك وجوانا يجوى لكني أعنجيكوى بالها جويلي شرك ساسا أكي ينجيامو الشرك أنا ويزاكا ينجيامو الشرك نهد أهنها جوي رخصة القيادة قيادة السيارة تعطى لمن يعرف الأشياء التي لابد أن يأتي بها والأشياء المخالفات التي لا يأتي بها ويأعطوا رخصة قاد كذلك التوحيد لابد أن يعرف يحقق التوحيد قول وعمل واعتقاد ولابد يجتنب الشرك حتى كومواحد يعني برمي يمدوك سيارة يعني متاناويزة وانايبا متوم وينيانا جوا ويني يعني أنا يندشة غالي عاج نعم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منذ أنبعه عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله حتى وهو على فراش الموت وهو يدعو للتوحيد وينذر عن الشرك والله أعلم يعني رسول صلى الله عليه وسلم يعني وتتوحيد نعم والله أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر